بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على حبيبنا محمد وصحابه السلام الكثير ممن أرسل إلي يريد تعليقا حول ما يسمى بفيروس كورونا الذي ضرب مدينة يوحان وهذه من أكبر المدن الصناعية في الصين فيها أكثر من 540 شركة عالمية وخاصة أكابر مصانع إنتاج السيارات في العالم وتعتبر مركز مال عالمي وعدة السكاني وش حال؟ يعني مجد 20 مليون يعني شيء وهي من المدن التي تتواجد فيها ناطحات السحاب بكثرة فالصين أصبحت مخيفة فقد غزت العالم فأمريكا وتيرة النمو فيها بـ 2% من الناتج الوطني الخام أما الصين فكانت زيادة النمو بنسبة 10% والآن هي 6% أي ثلاثة أضعاف ما تحققها أمريكا وهذا أمر مهول مخيف يقال إذا سارت بهذه الوتيرة وأمريكا بهذه الوتيرة فبعد عشر سنوات 2030 ستتربع الصين على قيادة العالم ولم تعود أمريكا بقادرة على مجارات ما تفعله الصين ونقط قوة الصين متعددة من جملتها واسموية القوة السكانية والموقع الاستراتيجي ومزاحمة أوروبا وأمريكا فيين؟ في عقر دارها وهزمت الاقتصاد الأمريكي داخل أمريكا وصندوقها ميزان ويحتوي على فائض للعملة الأمريكية والأوروبية بحيث يمكن أن تستعمل ذلك الفائض من الدولار لشد يد أمريكا ثم تطوح بها كيف تشاء فأصبحت أمريكا تستشعر هذا الخطر فإما أن تشن حربا نووية لكي تبقى مسيطرة على العالم وإما أن يسحب منها قيادة العالم والآن الصين أصبحت واسم الدين تنافس أمريكا حتى في غزو الفضاء وهي التي ترعى تجربة كوريا الشمالية وتهدد بها أمريكا فكل التقنيات المتعلقة بغزو الفضاء والأسلحة النووية التي تشهد تجارب في كوريا الشمالية هي برعاية الصين فهي يدها التي تحركها من أجل إخاف الغرب فما الذي ستصنع أمريكا تجاه هذا التنين الذي يبتلع كل شيء يمر عليه الآن إن شاء الله كيف سيعملون لمواجهتها وهي لا تريد أبدا أن تواجه أمريكا هكذا مباشرة لكن تعرف كيف تعمل تعمل زيد دون أن تحدث ضجيجا وأصبح في الأولية الإخيرة دخلت إلى ماذا إلى منافسة أمريكا في عالم زيد والمجال اللي دائما أمريكا كانت تفوق فيه واسمه المجال المخابرات جمع المعلومات عن طريق واسمه شركة هواوي فهذه إن شاء الله تبارك وتعالى الهواتف فيها برامج أصبحت تتجسس على أمريكا وتنقل كل شيء جديد ولذلك منع ترامب في قرار مفاجئ قبض على تلك الممثلة لشركة هواوي في أمريكا بعد أن زارت كندا ووقعت أزمة سياسية وتعرفوا كيفاش إن شاء الله تبارك وتعالى يعني إن شاء الله تبارك وتعالى معالجتها في مؤتمر من مؤتمرات قمة العشرين دخلوا فين دخلوا يتجسسون وهذا خطر أن يصر التجسس بهذه الوسائل إلى هذه الدرجة هذا تهديد لحصون أمريكا لم يحدث أبدا من قبل حتى الاختراق الروسي لما يسمى الانتخابات الأمريكية حتى هو يمكن أن تكون من ورائه صين لأن هناك نوع من التنسيق بين الروس وأمريكا لتحقيق هذا الهدف وهو الآن إن شاء الله تبارك وتعالى يحاكم يعني أصبحت الآن الإدارة الأمريكية مهتزة إذا فماذا تفعل أمريكا؟ فيطرح السؤال كورونا من الذي وراءه في هذا الظرف من وراء خلق هذه الفيروسات وإطلاقها؟ هل يتورع الغرب في أن يفعل هذا؟ هل يتورع؟ لقد فعل أكثر من هذا واشتعرفوا بين لكين إن شاء الله تبارك قرارات تتخذ على مستوى لنشر فيروسات حتى يتسنى لتلك الشركات الكبرى للأدوية لكي تبيع أدويتها ولذلك مئة ألف علامة استفهاد من وراء كورونا ولذلك يقول بعض المحللين أن الأمر ليس بريء وأن الخطر الذي تشكله الصين على الحضارة الغربية لم يكن متوقعاً وفاجأ الجميع وأصبح يهددهم بزحزحة أمريكا إلى الخل الله تعرفوا هل يما تدقلوا كورونا راتما وش حال تراجع على اقتصاد ما تعرفين؟ شغلوا واحد شغل كبير حاصروا المدينة كلها ثم ماذا حدث؟ أمريكا كندا زيد أوروبا زيد منعت الرحلات الجوية من وإلى وإلى الصين حتى قالوا إن حصار الصين جوياً يحدث في الاقتصاد ما لا تحدثه المعارك للدم عشرين سنة صافيت بالله يا صافيت ماذا أصبحوا يتحدثون أصبحوا يتحدثون عن زيد أزمويا الآن أصبح يقول الإعلام احذروا من السلع الصينية فلربما انتقل هذا الفيروس عن طريق السلع ها هو السلع الآن شكل غادي يجيبها وهالفيروس كدير هالفيروس كدير هذا الجيل مش عال الجيل السابع يعني الجيل السابع تعرف لقد تطور تطورات مذهلة لم تعود كل هذه الأدوية الموجودة بقادرة على مواجهته وكي يقولوا هذا الآن كي يبحثوا غير هذا الفيروس يعني المصدر كانت في الواز الطيور من بعد الخنازير من بعد كذا من بعد كذا ابو الله من بعد الان والله واسمه هو كورونا الان هذا هذا الان هذا هذا فيروس استفاد استفاد منين من التطور المرحلي واصبح زيد استوعب المرحلة التي وصلت اليها الاكتشافات انتح هذه اللقاحات المضادة للفيروس فلم تعد تأتيه كلها فتحتاج الصين باش تدير واحد واحد اللقاح تحتاج واسمه انتعرف هزين تطور الجديد لان اش كي يقولوا الان يبحثون عن مصدر هذا الفيروس لان شك ينفاش مكره كان يقولوا الخنزير ومن بعد كان يقولوا الطيور يوم فأس بوار الثعابين والخفاش لوطر الليل المهم ماذا فعلت الصين خرجت بقرار بناء مستشفى وشحال من النهار اسمع ايام سيمانا وشحال فيه من سرير خمسة وعشرين الف سرير سمع ايام يا ولام يا ولام ملاحه لا ولقه وسيل الله بالله هذا تقدم تحاري خوف هذا ما راها تقاتل موالو هذا ما تقاتل ما تعرفوا كدير الشيطرقوان دياله في الجبال ومش تهمش وش تقداش لك انتراه اكبر قانتراه في العالم اه انتز العالم إذن فنحنو نطرح هذه القضية قضية الصين أصبحت مخيفة واذا قرد نقولوه احنا ما قردش نقولوه كما قال ايش موش حليل سياسي امريكان ولا كذلك ما نقولوش لاننا احنا ما نعرفوش هذه واحدة ثانيا سبحان الله الله يضرب الظالمين بالظالمين فتركستان المسلمة المسلمون اليقور مليون محاصر فيما يسمى بمعسكرات التعذيب ومعسكرات اعادة التأهيل ما معنى معسكرات اعادة التأهيل يعني باختصار تكفيرهم فشاء ربك بدعاء اولئك الصديقين ان يحاصر الله تعالى ملايين اربعين مليون محاصر الان لا يتحرك ولا يعرفون ماذا يفعلون وقد رأيت بعض هذه الفيديوهات التي نشرها اخواننا المغاربة من الطلبة يلتمسون من الحكومة المغربية التدخل لاجلائهم ولكن هناك بعض التأخور مما جعل البعض زيد يفر من مدينة يوهان ويتم القبض عليه ويعاد الى مكان مجهور ونشتذك سيد مسكيني تكلموا وقال احنا الطلبة وماردونا ما عارفينش في الغدي ديونا اشي ديونا للحبز واش في الغدي ديونا وكانت هناك بعض القرارات سمعتها في المغرب انهم ان شاء الله تبارك وتعالى سيقومون بواجب اجلائهم لكن لحد الساعة ننتظر ان شاء الله انقاذ اخواننا قبل ان يصاب احدهم فان اصيب احدهم فاصبح المجيء به الى هنا خطر لان زوجت الصينيين كانوا في صبيطر في طنجة فوقع الضجة كبيرة واضطرت السلطات الصحية في المدينة ان تطمئن الناس انهم يعني سليمين يعني مثل ما شو اه شي خطر انتقل كورونا لم انتقلت كوريا زيد اليابان امريكا فرنسا والمهم قال المهم واسمو هي المانيا اذن هذا القضية انتع المغربة واش يجيو ولا ما يجيوش الان اصبحت من اللازم اتخاذ قرارات جريئة عاجلة لانا المانيا مؤكد وقد ضبطت بعض الحالات سقصت واحد طبيب قلت له كورونا ان شاء الله سبارك وتعالى راقبضت له وربما تنتقل هنا والعالم قال لك احنا كورونا ديانا هي الجوع هي ما عندوش باش يخلص الماء ما عندوش خلص ولجات كورونا ريح لجات كورونا يسلم روحه وريحه ويمشيت هنوح العدد داع النصر يقول لك اللهم ما كورونا وانا كورونا سمعت احنا الله يجعل سيدنا ربي يسلكنا وانا كايني غير نقول لكم يعني التعليق انتع واحد طبيب اللي قلت له انا قلت له مع الصباح وقلت نتحكم معا قلت له اديرها النصر يعني الانولة هذ كورونا هو حديث هو حديث ساعة قلت له لابد ان يتحدث عن كورونا لماذا لان هناك صفقة القرن وتسليم فلسطين ثانيا لابد من الحديث عن فيروس يشغلون به العالم لماذا لان رئيس الرابطة انتع العالم الاسلامي مع الشيعة مع الستونة اجتمعوا لأول مرة وصلوا من اجل اليهود عمروش انتم ما يصليوا يدعيوا اليهود عمروش هالشي بقي شي دين على هذ المستوى ثم ايدلم يقتلون بالليل والنهار بلا كورونا سمعت امرأة تصرخ وتقول اينكم ايها العرب نشكوكم الى الله قتلوا الاطفال والنساء وهدموا المساجد هل فيهم وسيلة اعلامية واحدة ذكرت ما يتعرض له اخواننا هناك لابد من ان تكون هناك حديث عن كورونا او بورونا او جورونا لان حفطر المؤيد من قبل امريكا والروس والشيعة من اجل القضاء على الاسلام في ليبيا هي جارية على قدم الوساء لابد ان يشغلون بكورونا لان السيسي يهدم مساجد يوميا ويبني في كل شهر كنيسة اعطاه وسام تا اذاك النصراني اذاك الوسام علاش اعطاه الا اذاك الوسام اي السيسي يقتل المسلمين ضد الشعب المسلم ويسلموا الاراضي الصهائنة وقال لهم بترامب القبيلات ما بقي الا القليل للإعلان عن صفقة القرن اذا اللا بد ان تعلن صفقة القرن في ظل هذه الظروف المشعونة لان دائما كيبغى يدين ايش حاجة كبيرة في الام واسموا اسمه الخصي بقولها بالكورا بهذا المساين هذه دائما دائما كيوريوا لك الناس يجيلوا لك ما يمو يخوفوا العالم وكذا وكذا وهم الآن واسمهما تحت غطاء هذه الظلمة الكثيفة من الدخان الذي يمثون هذه الكورونا وكذا ومن تحت الطاولة هناك عمل في الواقع في الأرض كله يستهدف المسلمين نحن نطمئن المسلمين أنهم يمكرون ويمكروا الله والله خير ما كرم وإن كان مكرهم زيد لتزول من الجبال ربي يقول مكرهم تزول من الجبال ولكن ربك يقول سيشو هاللآية إنهم يكيدون كيدا الله الله وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم روين على المسلمين أن يرتفع ترتفع درجة وعيهم يعيشوا الحدث كورونا احنا ياما نطلبوا الله يعافينا وقال لك سيدنا رسول الله قال لك قال لك هذه الأوبئة هذي الطعون لما كان يعطي يا ربي كان عذابا يصلطه على المجرمين لكن الله جعله شهادة لصالح هذه الأمة شعر غادي لعشو بحال حنا اللي اللي حيان تعنا شابت أرني قد أبو بكر صديق 62 عام لا لا قد أبو بكر صديق لا إله يا الله ترجمة نانسي قنقر